اشتركوا في القناة سعر الجهاز 4000 درهم اماراتي وطبعا زي ما قلت متاح للطلب المسبق مع مجموعة من الهدايا فخلينا نتعرف على اهم ما يميز هذا الجهاز العملاق من شركة هونر والجهاز بيجي بميزة مهمة جدا برضو اول مرة نشوفها هنتعرف عليها مع بعض بس في البداية طبعا قبل ما ندخل في استعراض موصفات الجهاز لو انت اول مرة شوفني اشترك في القناة واتفعل زرورة التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة وتدعمني بلايك جميل عشان اجيب لكم كل جديد بازن الله من غير اي تأخير خلينا نبدأ ونشوف مواصفات الهونر ماجيك فور بورو في البداية الجهاز جاي بوزن 209 جرام وبسومك 9.1 ميلي الجهاز طبعا بيدعم شرحتين 5G ودعم من قومة الماء والغبار IP68 الجهاز بيجي بشاشة من نوع LTPO OLED بتدعم لحد واحد مليار لون والتردد 120 هيرتز وبتدعم الـ HDR 10 Plus وبسطوع بيوصل لألف نتس الشاشة بضقة قواد HD وبمقاس 6.81 من مية بوصة استحوذ على نسبة 93% من وجهة الجهاز الامامية وبكسافة بيكسلات 460 بيكسل في كل بوصة وبأبعاد 19.5 لتسعة وبتدعم ميزة الـ شاشة منحنية من الأطراف الجهاز بيجي بظهر من الإزاز وفريم من الألمونيوم والجهاز أيضا بيجي بأندوريد 12 مع واجهة Magic UI 6 ودعم الخدمات جوجل بلاي جهاز بيجي بمعالج من Qualcomm Snapdragon 8G1 بدقة تصنيع 4 نانو مع معالج رسوميات الأدرينو 730 وللأسف الجهاز لا يدعم تركيب كارت مومر خارجي جهاز بيجي بكاميرا خلفية سلسية العدسة الأولى 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.8 زويتها عريضة وبتدعم المثبت البصري الكاميرا الثانية 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 دي كاميرا ألتا راية بزاوية 122 درجة والكاميرا الثالثة 64 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.3 دي كاميرا بيريسكوب تيليفوتو بتدعم لحد 3.5x optical zoom بدون فقدان أي جودة وبتدعم المثبت البصري وفيه كاميرا TOF3D دي خاصة بالديبس كاميرا بتدعم وضع الـ HDR والبونوراما وبصار فيديوهات 4K لحد 60 فريم وألف وثمانين بستين فريم كاميرا السيلفي بتيجي مزدوجة 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 زاويتها عريضة بزاوية 100 درجة وبتدعم المثبت الإلكتروني والسنسور الثاني TOF3D ده خاص بالديبس وخاص بفتح قفل الجهاز عن طريق هذا المستشعر عشان يعطيك أمان أكتر في فتح الجهاز بتدعم وضع الـ HDR والبونوراما وبصار فيديوهات 4K بـ 30 إطار وـ 1080 بـ 60 إطار الجهاز بيجي بسماعتين استيريو مع دعم لتقنية الدول بأتموس وي فاي سيكس بلوتوس 5.2 جي بي اس مزدوج دعم لخاصية NFC وإنفرا بورد للتحكم في الأجهزة المنزلية بصمة الجهاز موجودة أسفل الشاشة بصمة سريعة ممتازة مع دعم لتقنية الفيس اي دي طبعا زي ما قلت عن طريق السنسور اللي موجود مع الكاميرا الأمامية بطريتي الجهاز 4600 ميلي أمبير بتدعم الشحن السريع 100 واط والشركة بتقول ان هو هيشحن من 0% في 15 دقيقة زي ما قلت سعر الجهاز 4000 درهم إماراتي الميزة الجديدة اللي اتكلمت عليها في البداية هي ان الجهاز بيمنع تسريب الصوت أثناء المكالمات ممكن تكون بسيطة بالنسبة لك بس مهمة لناس كتير أحيانا وانت بتتكلم الصوت اللي جنبك بيسمعه بشكل واضح الجهاز هنا ممنوع ممنوع ان انت حد يسمعك نهائيا بسبب هذه الميزة اللي انا شايفها ميزة فعلا مهمة جدا 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 دا كان استعراض سريع لمواصفات الهونر ماجيك فور برو أتمنى رب يكون الفيديو عجبكم وفي النهاية أتمنى تشترك في القناة وتفعز زرور التنبيهات وتدعمنا بلايك جميل عشان نجلب لكم كل جديد بإذن الله أشوفكم على خير الفيديو الجاي سلام